اشتركوا في القناة تجارب أخرى تجارب في أفلام وثائقية عالمية تجارب كبيرة بالنسبة لمحمد علي بن جبا محمد علي بن جبا قاعد يكبر قاعد يبقى لابوتاي قلوب الفرنسية تبدل قالوا علينا برشا في اختملوقات الشبان هذو أحلى قاعدين تعادوا يمكن المسؤوليات أخرى محمد علي ولهنا جي فكرة المخزن أحكي لي شوية على المخزن المخزن عنده 12 سنة كفضاء ثقافي يمشي ويكبر كان غدار ولا فضاء ثقافي في برشا نشاطات في نفس الوقت نطمحوا أنه يكبر يولي أنتياتر دبوش مسرح صغيري هزميه يمكن 80 بلاسة بيب سويق هما كما بيب سويقها هي ممارتر سرة البلاد ممارتر متاعنا في الخمسينات ستينت سبعينات في وقتا ما وليت بعد المشروع اللي صار النفق والتجارة رخت ولا معناها ناس تمشي وتجي وتقضي ولا بكوميرسيال أكثر منه فيه الطابعة الثقافية الفني فيه برشا حاجات مزيانة ديار قدم محلات قدم ممكن نقول وإحنا فرقة المنار ولا جميع تحسور كلها تعديت من البلاسة ديك مقاومين مناظلين أودباء شعراء خرجوا من البلاسة ديك عندك إيمان أن الجهة الكلها تنجب كراف على الثقافة هذا أنت منذ البداية كنت تحكي هذا هو الحلم قمت نبني عندي 12 سنة فيه مخزن متاع الوالد ربي فضله اللي هو كان دبه متاع سلعة قلت أنا ميداني هو يمكن فني ثقافي علش لايه ما نحطش فيه مكتبة علش لايه ما نعلمش صغار التصوير قدامي مكتب البيغة نتعامله مع المراهقين مع زادة الأطفال ومع صحابنا الفنانين ولا حتى سفراء يجي وطلوا على المخزن لأنه بعد ولا في بعد 12 سنة في تحفة فنية فيها شوي توراث ترى تساور ترى ميموار نخدم على الذاكرة تخدم على الذاكرة ومن هنا زادة كذلك يجي جي فكرة تقوم ابني تخرج من المخزن اللي هو ينجم يكون فضاء زادة اللي ضيق نوعا ما التموحاتك الفنية وإلا المشاريعك الفنية وتقول قوم ابني وتبشي لأربعة وعشرين ويلايا أحكي لنا والقال المحل صغير الصغير في اللي سباس لكن طموحنا كما قلت أنت يكبر وماذا بينا يعم على 24 ولاية المشروع كان مع المركز الثقافي الأمريكي ووزارة الثقافة مشكورين اللي حبوا يعاونونا ساعة مدين يزمن المادة مهمة وبالأفكار والثيقة وثم نوعا من الكونفينس صار اللي كان المشروع ستة ولايات فقط فعملنا أبال احنا للإزارتيست اللي يصوروا الجرافيتي فجايونا من برشة ولايات قلنا مش معقول أن نصوروا ونعملوا تظاهرة في ستة ولايات برك بعدك ولينا في 24 ولاية إلى حد الآن صورنا وعملنا تظاهرات موسيقية تنشيطية اجتماعية وصلنا نزرعوا في النوار والجر ونحفلوها بطريقة أن نعملوا بصمة فيها ألوان وفيها حاجة بوزيتيف وتهز الروح شوية هاتن فصلوا لتوينسا مشروع قوم ابني على شنوى مبني شنوى فكرته الأساسية الفكرة الأولى هي هو كونكور مسابقا مع 24 فنان أعمارهم من 20 إلى 25 سنة قاعدين يقترحوا علينا من هم الأبطال قوم ابني هو المشروع الأساس اسمه هيروس بيلد البطل يبني بالنسبة لي كشاب شكون البطل متاعك شكون البطل متاعك صوروا خلي نشوفوه ويكون من منطقة متاعك صورنا أسامة الملوني عصامة البرهومي صورنا المسعدي منور سمادح صورنا سيد أحمد الله يرحمه سيد أحمد سنوسي في الكيف في التظاهر متاع 24 ساعة مسرح في اليوم العالمي المسرح بحضور وزيرة الثقافة صورنا الناس في جهتهم أبطال والتام متاع الحكاية من هو البطل بالنسبة ليك في نفس الوقت نعديوا معلومة للناس الشباب كان عندهم مشروع يحب يعملوا اجتماعي فني يلون ينظف بحر يجد جنينة يبعثنا لسيتم تقوم بني وثم زادة كونكور آخر أحسن مشروع يأخوا منحة مادية بشي يتم المشروع متاعوه بانصور احنا نكدريوه ننصحوه نكونوا معاهم كيفاش تختاروا الصور هدومة منتاع الناس اللي تم تجسيدهم على الحيوط في الأماكن في المدارس نختاروا صورة جميلة في نفس الوقت كونكور احنا منجموش نعاون الفنان انه يعمل تصويره مزينا لكن ننصحوه نشوفه الكروكي عنا مستشار معنا سيد زحاف اللي هو فنان من بن زرت يكادري لولاد هدومة نخصون المتريال ويصوروا التصوير هذي بالجرافيتي بالبوم باروتوش ما كتعرف والأماكن كيفاش تختاروه الأماكن من اللول كان تم الصعوبة مع الخواص الحقيقة لكن المعاهد اللي سيت سبيتار فويي دار ثقافة اتعاملوا معنا بالقداء ووفرون الفضاء في نفس الوقت قم ثم تظاهر ثقافية في النهار هذيك كونسسوا موسيقية فريق قم ابن يمشي إلى ولاية يختار شخصية ويختار الصورة هذيك اللي يتم تصويرها في نفس الوقت يختار الحيط والشبان يتلموا وتعملوا حفلة ونصوروا وتصوروا يصلوا بثمانية عشر متر وتصور كبير أول مرة يكون ثم غرافيتي في تونس بالحجم ونفس الوقت شخصيات من هو البطل خلنعطيه أحنا أبطال دي ليدور بوزيتيف مثقفين ودباش وعراف فنانين دي سبورتيف عطاول تونس معناه يقولوا أحنا أسامة الملولي أو عصامة البرهومي أو صالح الميجري يلعب في الأمبياي في دالاس يعطي تصويرها إيجابية للشاب على خطر في وقت الماء حكينا احنا في الكوليس اللي دخلت الباك والليت فيها نقاو بالليدن وبابلوس كوبار ورموز إنه تعطي للعنف للتطرف تعطي للإدمان للمخدرات خلنعطيه دي سمبول أعطاه لتونس ماتوا الله يرحمهم أو حيين ربي يفضلهم بش يعطيه تصويرها باية وإيجابية شبين يعرفوهم شخصيات ذو يعرفوهم وإذا ما يعرفوهمش الفنان يعرفهم اللي يساوه لكن اللي يتعدى من نهارتها من الإفنمون أو اللي يتعدى كل يوم السباح يشوف التصوير هذه يلقى الاسم يلقى التاريخ الولادة أو الانجاز يتعرف عليه يدخل على الانترنت في نفس الوقت نعديه وإحنا ديتراكت بش نفسروا المشروع بتاعنا بش يدخل هو على الانترنت في الانترنت يلقى مع التصوير الجرافيتي يلقى زادة وصف وشكون الشخصية هذه وشكون وش عمل للبلاد كما مثلا الشخصية الزينة الأستاذة اللي هي راعة الغنم وهي أستاذة في المات في زغوان عمل لها تكريم وتصويرها متاحة وإن شاء الله هي بالديبلوم متاحة تلقى خدمة محمد علي طريقة الحقيقة ذكية جدا لإعادة احتواء الفضع خدمة على الذاكرة خدمة على أساس أن الشاب ما يمشيش يكون عنده شخصيات مغروم بهم اللي هي شخصيات سلبية هذا الكل الحقيقة نهنيوكم نهنيك على الخدمة هذه شباب كيفاش تعامل معك كان متقبل عينوا ما عينوش شي حب عندي يليس محمد علي جاي يقول لي يصور وبصور كيفاش كان كيفاش كان التقبل هي البروكاسيون كيفاش تصير بروكاسيون بالمتافورة الإيجابية أنك تصور شخصية من بلده أنه الفنان يكون من بلده علش التظاهرات الكبيرة تصير في العاصمة أنت عملت دي بلاسمو ومشيت بحديه زرته في القرية أو زرته في المكان يراه يحب بك كظيف في نفس الوقت كبرت به يحب يشمر على ذريعه ويدخل معاك في اللاكسيون بالعرق بالجبين بالتنظيف بالبالة والبيوش يحفر حفرة ويحط فيها شجرة أشيحكيو على البلاد صغار أشيحكيو يعتبروا أنه فهم ديناميكية فهمين اللي فهم ديناميكية فهمين البلاد تغيرت خمسة سنين التالي مش فهمين ما يهمهم مش الشأن العام ولا يهمهم مش الشأن العام شنو رأيك شنو قعد لك انتباع عام من الخدمة هذة وشوية خلط نحكيو على البلايات اللي خدمت الانتباع العام اللي هو ثم طاقة موجودة يفولها كاناليزي متاع الشباب ذكاء فتنة تثمينها يزمك يزمك تطل عليهم ديما وتحكي معهم وتحللهم أفاق مش معناها موسمية أو مهرجانات صيفية أو يوم عالمي الكذاو يمشي يزم استمرارية معنا أنا واحدي ما نجمش نسفق يد واحدة ما تسفقش في نفس الوقت أنا معاي الفريق بيدو وهو نشكره اللي معاي فريق عقوم ابني اللي هو يعني قاعد يخدم وفي خدمة كبيرة ومن اللول معنا كيراو ناس ساعات صغير عمره عشرين خمسة وعشرين ساعات تم نظرة متاع ما زرت صغير ما تعرفش يمكن تغلط دونية تعطيه الفرصة خليه يغلط بشي يتعلم أما تمنعه جملة عمره اللي تولي عنده إكسبرينس تتفكر قدش من المرة نقالونا ونحن صغار ما عندكش تجربة التجربة كيفاش تصير يجبك تفعل تعمل يجبك تقوم تبني السلوغون قوم ابني يزيم القعات يزيم التنبير قوم ابني أعمل حاجة اكتب فكرة أبعث لنا فكرة ما تعرفش تكتبها مليح مثال أم أعمل تصويرها تجعلنا نقرب لبعضنا السلوغ يغسو بكو دونية لنضعهم بالفوت أحسن نعاونه مثلا جاءون ابنت من ناجل باشا يحب يعملوا مسرح وفضاء ثقافي في الكاف ناجل باشا اللي هو في الأصل فضاء ثقافي ولا ديبارة ولا كله لوح البنت تضم عمرهم أربعتاش خمسة سنة شو كيفش خموا انهم يقترحوا على الناس على الوزارة على المخزن انهم يعملوا فيه ثقافة وهذا حاجة إيجابية في برشا بلايس الناس تحب تعمل سبور صحيح الكرة ماخذة حظ كبير لكن يقول لك صالح المجري وصل يلعب في أمريكيا في الانبيئة انت تقول وراء وصل وسمى المالولوي راء ومضغطف كوحدها يمكن مما تماشي توازن يزمك تكمل تقرأ يزمك تتغرم بالفن يزمك تاخد ديكور ويزمك تزيد تقترح لنا ولايات تمشيتوا إلى حد الآن وينمشين من بعد مشينا بنزارة أريانا تونس منعروس زغوان الكيف نابل سوسة مستير مهدية قروان مدنين جفصة جابس توزر سفاق زندوبة سيدي بوزيد مش نمشو لها عن قريب لنا في جفصة مش نصور الشرايتي كنا في جابس صورنا عبد السلام الله يرحمه الشهيد الشهيد اللي مات في بن جردان عبد السلام السعفي اللي عملنا له تصويرة كبيرة والجهة لكل فرحت وفي نفس الوقت مثلا منور سمادح صورناه في لسي اسمه أبو قاسم الشابي قدش تم ترابط قدش الاقتراحي يصير في محل مثلا كبير اسمه أبو قاسم الشابي إنه تجي تصور منور سمادح كي تقول منور سمادح بلاي ونترحمه على ولاد أحمد الله يرحمه نعم منور سمادح قال يهدر الشاعر في الناس وتحية الكلمات ويموتون بلا الذكرى وتبقى الكلمات نتشاه مين قالها عنده 40 سنة منور سمادح زادت ظلم كي نحطوه في ولايته في نفطة في توزر زاد نذكره الشباب اللي كان عنا شاعر كبير كما منور سمادح كما دادا فقدنا الشاعر الكبير ولاد أحمد الله يرحمه ينعمه ويصبر أهله وإن شاء الله نعمله تكريم كبير ليه في سيد بوزيد في بلده ممتاز لحقيقة هتكسحة محمد علي هتكسحة للفريق الكل الآن هات نفكر شوية مبعض نحن في دور المتقف وفي دور الفنان وفي دور الناس اللي معروفين زادا شوية وليمطالبين أنهم يمكن يقوموا بهالمرافقة هذه إلى حد الآن من الثورة إلى الآن نذكر أنت مثلا الأيام الأولى لثورة كنت منتج لأغاني وعملت أغاني أغاني ضربت ومنتج لرابر جون وليرابر صغار الآن المتقف لا يعمل من 2011 إلى حد الآن هل الصلاع بدوره إلا لا هل هناك فضاءات جديدة للاكتساح اليوم وقتل نشوف كنت تتحرك في الجهات ونشوف الخدمة على الشباب أنا نتمنى أنه روفم عشرين محمد علي بن جمع هو ثم سير ثم يزم الناس تتحرك شوية وطنية نحيه شوية النارجاسية وأنانية متاع الفنان أنه زده يحط النوتوريتي وليماش دمارك متاعه في خدمة بلاده في خدمة الجهة متاعه نتصور ثم برشا الناس قاعدة تتحرك ماذا بينا نيدان ناس كل تتحرك وتقوم تبني معنا تبني البلاد تبني الأفكار تبني أحلام أحكيت لك ثم فنان تونس يمشي في حومة شعبية في مصر لون الدنيا الكل عنده إفاية عنده وقع على العباد تتنظف يراك قاعدة تنظف يقول لك عيب علي أنا ما ننظفش معناها تقول لك ما تمسخش بلادك حاول حاول أنك تعيش صحيح بظروف صعيبة مادية راو المادة مش هي الحل المادة لازم منها لكن كي تكون ثم ما جمتنيش على الدور المثقف لحد لين تعتبروا دور مهم دور مثقف لكن كيفي اللي تعملي لحد الآن ولا ما زلنا بعاد ما زلنا بعاد الحقيقة ما زلنا بعاد على خطر كي نشوف أنا فضاءات ثقافية قاعدة تتحل ثم أمل ثم فضاء ما زل كيتحل في جفصة أنتيات الدبوش وقال غداغ ومكتبة وقهوة صغيرة نحييو مصف فضويب نحييو زد غازي الزغباني صالح حمودة نحييو الناس اللي علمونا وراونا كما توفيق جبالي كما رجب العمار ومصف الصايم في الفضاءات متاحهم نوردين الورغي الحمرة توا بسيرين قنون قاعدة زد مواصلة ماخذ المشعل من عند المرحوم عزين قنون الفضاءات هذية ميزمش تقد في العاصمة هذه المشكلة يزمنا نحلوا فضاءات خاصة ونعاونوهم ونوقفوا معهم في الجهات الكل خلنبعد البعيد بسؤال أخير محمد علي نذكر قوم ابني وتنجم وتلقوا كل شيء على الفيسبوك على الموقع قوم ابني وتشارك كنتم صغار اللي تفرجوا فينا صغار والأكبار في كل الحالات هو ندال المشاريع اللي عنده مشروع يقدموا المشروع هذية المشروع الثقافي حرب على الإرهاب ودي كنت تتكلم على رهو مهم ياسر كلمة وبالصورة بالصورة خلات الرعب يعم في العالم صحيح ولذا اليوم هذا الدور يبدو تقريبا ما أنت ممتاز جدا في علاقة بأنه يرجعوا يرجعوا الشباب إلى نوع من الإدانتيفيكاسون أنهم يعرفوا ويتعرفوا على ذكرتهم على الناس اللي نجم يكونوا ناس يقدموا لهم المثل الأعلى مهم مهم فكرة المثل الأعلى تكون شعلينا مع تعالنا حتى حدي نجم يكون مثل أعلى عليش سافر في البلدين ترقى مالكو ميكس وليتر كينج ومايكل جاكسون وتلقى أسامي كبيرة تلقى كينيدي عليش ما تحاوش في تونس زادة تلقى حيوت كبيرة فيها رموز حتى الأجنب يقول لك شكون هذية ويبحث عليه هنا نحكيه على الطفل اللي عمره خمسة وعشرة وخمسة شناء المراهق يجب أن يعرف تاريخه على خطر في وقتا ما التاريخ زادة تحرف يجب أن تعرف تاريخك يجب أن تعرف صالح بن يوسف شكون يجب أن تعرف لين شكون يجب أن تقول اللي في تونس ثم ناس يقولوا أحنا نففرير عيد الشهداء من هم الشهداء شكون اللي ماتوا صفي سعيد ما نشو موافقه في برشة حاجات لكن الوقت يقول تونس ناقصة تماثيل وتونس ناقصة ذاكرة وتونس ناقصة وقتها لحقيقة نوافقه هذا 100% يتماشى مع كلامك شكرا لك محمد علي بركة رو فيك حظ سعيد المعودة جاي قم بني وين قفصة نهار 9 في الليسي بش نعمل حفلة موسيقية وش نصوره الشهيد والمناظر الشرايتي نهار 15 في بن زرت ما لتو عدني المرة جاي يدولي في 15 يدولي نجم نجي بعاك مرحبا 15 في بن زرت في الماجيستيك نحيي الناس اللي حلت السينيما ذيك اللي كانت مسكرة عنا صبري عتروس واللقعي رابير من بن زرت تعملوا حفلة نهار 15 اللي في بن زرت مرحبا بيهم في نفس الوقت نشكر المركز ثقافي الأمريكي اللي يعطينا ثيقة ودعمنا وزار الثقافة والناس اللي تعامل معنا في الليسيات معنا المندوبيات تعالي التعليم يعطيهم الصحة فريقه مبني يعطي صحة وانتي مشكور مرحبا بيك محمد علي برك الله وفيك شكرا لك على قابل الدعوة قوم ابن ماما محمد علي بنجمع لكن معكم انتوما خاصة هو مغير مشاريعكم ما ينجم يعمل حتى شيء